بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد في مدهة الدراسات الأدبية للصف الثالثة الثانوي كنا قد تحدثنا في درس الماضي عن نثر طبعا قبل ذلك لو نظرنا بشكل عام عن بداية العصر الحديث وقلنا طبعا عن كتاب من قسمين انتهينا من الأدب القديم ثم بدأنا في أدب الحديث بداية أدب الحديث كيف عاد الأدب إلى سالف عهده وأهم عوامل التي نهضت بالأدب وعادته مرة أخرى ثم ذكرنا الشعر تحدثنا عن أهم المدارس التي ظهرت في العصر الحديث في مدرسة الحياء كيف أنها أحيت الشعر وعادت إلى سالف عهده كما في الشعر الجاهي وكذلك الشعر العباسي وظهر أغلب الشعراء في تلك الحقبة وكيف أنهم جاروا وحاول مجارات كمحمود بارودي الذي يعد رائد من تستلحية المتنبي في سيفية في قصائده وكذلك في سيف الدولة أبي فراس في بعض القصائد طبعا عرفنا أيضا حافظ إبراهيم كيف أن نتحدث عن لغة العربية في قصيدته التي على لسان لغة العربية في بساطتها واسلوبه ثم عرفنا أيضا خير الدين الزركلي في حديث النجوة في اشتياقه أيضا الوطني ثم ظهرت المدرسة الأخرى المدرسة الديوان التي يعني لا ثارت على الأدب القديم وإنما تريد العودة لأدب تأثرا بالأدب الحديث وأن الشعر هو تعبير عن النفس والطبيعة ثم المدارس الرومانسية التي شملت مدرسة أبولو المهجر وشعراء المهجر وعرفنا أيضا الحداثة وطريقة الحداثة وكيف أن ظهرت الحداثة وكيف كانت في البداية ثم الشعر الذي صار فيها بعد ذلك الشعر الحر أو ما يسمى بشعر التفعيل ثم قصيدة النثر أو الشعر المنثور انتقلنا إلى الجانب الآخر وهو جانب النثر جانب النثر عرفنا كيف أن النثر أيضا وهو الكلام المرسل الذي لا يتقيد لا بوزن ولا بقافية كيف أن نحن أيضا تأثر تأثرا كبيرا كما هو الأدب يعني كما هو الشعر فتأثر النثر كذلك مقارنة بالشعر وظهرت أيضا الفنون الثلاثة في القصة والمسرحية والمقالة كيف عرفنا أن القصة انقسمت ثلاثة قسام قصة قصيرة ورواية وأقصوصها وهي قصة قصيرة جدا التي ظهرت حديثا وكثرة كتابها لقصارها ولعلها أيضا هذا سبب من أسباب التي أدت إلى ذلك وأيضا أن العصر يستلزم ذلك ثم المسرحية بداية المسرحية كيف كانت ومجموعة فرق وكيف كانت في لبنان مارون نقاش وأخيه كيف أنهم أسسوا ذلك بعد ذلك دار أوبرا الذي أسسه الخديوي ثم الفرق ثم أصبحت جمعيات معروفة المسرحيات وهي أصلا تقال على لسان شخصيات يعني أن المسرحية التي عرفت بشكلها أو مكتملة في أصل الحديث ثم دخلنا المقال وقلنا المقال أصلا ظهر أيضا هو قطعة نثرية محدودة الطول بعضهم حدد فيها كلمات أو عدد كلمات لكننا نقول قطعة نثرية محدودة الطول يتناول فيها الكاتب موضوع من موضوعات طبعا المقال ارتبطت بالصحافة وعرفنا أيضا كيف أنها ارتبطت بالصحافة ارتباطا وثيقا ولم تظهر ولم تعرف إلا مع الصحافة بداية كانت أدبية لأن الصحف كانت أدبية فارتبطوا من مقالات الأدبية ثم بعد ذلك تنوعت المقالات وصبحت مقالات اجتماعية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها من المقالات طبعا كاتب المقالة يستطيع أو يعني عنده خدرة على إعطاء الفكرة ويجذب الناس بأسلوبها الشيق كل كاتب كلما كان الكاتب يستطيع أن يصال المعنى و الفكرة في هذا الحيز أو في مكان بسيط جدا يستطيع فيه أن يجذب الناس لجد أنه كاتب كبير جدا يعني معنى في طريقة عرض فكرته كيف يعرض الفكرة بأسلوب يعني جاذب للقراء حتى يستطيع أن يعبر و أيضا بأسلوب بسيط لا يكون فيها ذاك الغموض هذا هو الذي يجمع بين البساطة و كذلك طريقة طريقة العرض أو طريقة الجد في الأسلوب اليوم نتكلم عن أو نستكمل في الحديث عن الموضوع الثاني و يسمى في الأدب الحديث في الموضوع الثاني طبعا الأدب الحديث في المملكة هنا الآن في الأدب العربي في الجزيرة في الوطن العربي ثم يعني نفرد الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية في بداية مراحل الأدب السعودي طبعا لو نظرنا إلى أن أدب في المملكة يعني المملكة هي جزء لا يتجزى من هذا العالم طبعا لكن لكن نفرد لها حتى يتميز أو يفهم الطالب أهم الأدباء الذين ظهر و أهم المحركات طبعاً مقارنة بما ظهر في الأدب العربي قريب يعني كأنه كانت مواكبة لما ظهر و أيضاً ما تأثر به في مدارس الحياة و مدارس أيضاً مدارس الديوان و مدارس عند الشعراء كذلك ظهر عند الأدباء الذين كانوا في المملكة إذن ما ظهر في النثر ظهر عند الأدباء الذين كانوا معنى أنه هو المجتمع أو عالم واحد الأدب يتأثر به الجميع في ذلك و كان كلهم مواكبة لكن نحن نركز على الأدب في المملكة العربية السعودة ستسنى لك معرفة أهم الملابسات التي ظهرت فيه و أهم الأغراض و أهم الاتجاهات التي برزت فيه في هذا الأدب شاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في وحدة الثانية الأدب الحديث الأدب الحديث ما زلنا فيها و نحن قلنا الكتاب من قسمين أدب قديم و أدب حديث و احتاجنا إلى أدب حديث الموضوع الثاني موضوع الأول هو الأدب العربي بشكل عام و أهم المدارس في الشعر و أهم كذلك في النثر و أنواعه هنا الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية هنا خاص سنفرد الأدب الحديث حديث فيه عن أدباء المملكة سواء كان شعراء أو كانوا كتاب أو سواء في الشعر أو في النثر هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكان كذلك الدخول و مشاهدة الدرس بداية مراحل الأدب السعودي ما هي المراحل التي مر بها الأدب السعودي طبعا أدب السعودي مر بمراحل حتى تطور و وصل إلى ما وصل إليها بداية مراحل الأدب السعودي طبعا المرحلة الأولى في الأدب السعودي من بدء الدعوة دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب طبعا حتى تأسيس المملكة طبعا من 1157 هجرية هذه بداية الأول مرحلة الأدب أو الرخبي بداية الدعوة أن الأدب أصبح مواكب للدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى 1351 حجرية وهذا تأسيس المملكة 1351 يعني من 1157 إلى 1351 طبعا كانت الدعوة الإصلاحية بداية ازدهار الأدب طبعا الحديث عن ازدهار يعني كذلك أدب عربي لما تحدثنا عن بداية أدب عربي كيف أنها عصر نهضة يعني كيف العوامل التي ساعدت في التطورة فترة يعني وتخلص من المحسنات و أسلوب الركاكة و يعني اتجاه إلى الألفاظ و ترك جانب المعنى كذلك أدب السعودي في بداية كان قبل هذه الفترة كان أيضا كحاله و كحال أدب العربي يعني مثقل بالصنعة و التكلف و المحسنات و لم يكن يعني ذاك الأدب القوي لكن بداية العودة من دعوة الصلاحية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 1157 أول بداية ازدهار بداية العودة و ازدهار أدب السعودي حديث و انبرى أنصار الدعوة من الأدباء لتوضيح أهدافها توضيح أهداف الدعوة كيف أنه و الرد على أعدائها معنى أنه أصبح الأدب مواكب للدعوة و أصبح مناصر للدعوة و هذا أيضا الذي أدى لازدهاره و عودته و قوته و كان أسلوب الأدب في تلك المرحلة في معظمه تقريريا تغلب عليه النزعة العلمية يعني أقرب للعلم و كان يريد عودة الناس إلى سالف إلى أهترك بدعوة الخرافات و الشركية التي ظهرت في تلك الحقبة بداية الدعوة لتطهير الإسلام و هذه بسبب يعني دعوة الشيخ مให Lukeится رحمه الله تطهير الإسلام من البدعوة والخرافات فصار أدب مواكب للدعوة و أيضا دعا إلى تطهير الإسلام من البدعوة والخرافات و أيضا تأييد الدعوة و الدفاع عنها و أصبح أيضا مواكب للدعوة و كأنه يعني يدافع عن الدعوة و ينصرها و يبدا و أيضا مناقشة أفكار المناوئين و مصوت به المعارضين و الرد عليها و هذا أيضا طبعا يعني دليل هذا ازدهار الأدب فازدهر أدب هذه الطريقة لأنه دعاء لتطهير إسلام وواكب الدعوة فيه ثم أيد الدعوة ودافع عنها وذكر ذلك ورد على المعارضين والمناوئين لأفكار والرد عليها شعرها هذه المرحلة أحمد بن مشرف وها سليمان بن سحمان وكذلك تبرز في شعرهما جوانب التعليمية والوعظية وكأن هنا الشعر أصبح وعظي أو كأن الأدب عاد إلى تعليم وكذلك الوعظ عودت الناس إلى الدين الصحيح وترك البدع والخرافات وابن عثيمين كذلك وكان متعدد الأغراض طبعا ابن أحمد بن مشرف وسليمان بن سحمان هنا يبرز في شعرهما الجوانب التعليمية الوعظية ابن عثيمين كان متعدد الأغراض وله مشاركات في مناسبات ابن عثيمين أكثر كان أكثر من الغرض يتحدث فيه وهيضا من عدد من الشعراء الذين ظهروا في مرحلة الأولى واشتهروا بشعر المديح وقد تسمى شعر هذه المرحلة بالتقليد في الأفكار والمعاني تقليد يعني ما زال وكأنه في الأدب العربي كما يقولنا ظهر من استلحية وهو التقليد الأدب القديم وعوده إلى قوة يعني وكأنهم يريدون العودة ثم بعد ذلك يظهر جديد وهنا عاد الأدب إلى التقليد إلى الأدب القديم الذي كان في الأصل أباسي هو الأصل أيضا الجاهلي لقوته فهم نحاول يعني التخلص من تلك المحسنات والزخرفة ويهتمام هنا ظهر موضوع الذي يهتمام بالدعوة والدفاع عن الدعوة المرحلة الثانية المرحلة التي تطور فيها الأدب في مرحلة الثانية هنا من تأسيس المملكة 1351 حتى الآن حتى أصلنا الحاضر يعني مر الأدب بمرحلتين مرحلة الأولى اللي هي الدعوة الإصلاحية حتى التأسيس المملكة مرحلة الثانية من تأسيس المملكة 1351 حتى أصلنا الحاضر من عوامل ازدهار الأدب الحديث في المملكة بداية انتشار التعليم انتشار التعليم انتشار كبير وهذا أول عامل من عوامل ازدهار الأدب وعودته وقوته وازدهاره انتشار التعليم في مساجد ومدارس والمعاهد والجامعات في نحاء البلاد انتشرت التعليم في تأسيس المملكة وكانت بداية النخضة التعليمية تأسيس المعاهد العلمية ابتداء من سنة 1345 هجرية أو 1345 هنا بالمعهد العلمي السعودي أول معهد العلمي السعودي بمكة المكرمة ثم المعهد العلمي بالرياض في معهد أيضا آخر في الرياض سنة 1370 الذي تزامن معه افتتاح المدارس المدارس معهد العلمي الأول الذي ظهر في مكة معهد علمي السعودي 1345 ثم المعهد العلمي بالرياض 1370 تزامن معه افتتاح المدارس بقية المدارس والمعاهد والكلية فكانت كلية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1369 وستين وأول كلية للتعليم العالي لمرحلة ما بعد المرحلة الثانوية وابتداء من سنة 1377 بدأ افتتاح الجامعات التي كانت جامعة ملك سعود أولها ثم تتابع افتتاح الجامعات في أنحاء المملكة إذن هذا أول سبب عامل ازدهار الأدب في مملكة وهو التعليم التعليم كيف أن تشر التعليم انتشار منذ افتتاح أول معهد ثم بعد ذلك حتى وصل إلى افتتاح بقية الجامعات اثنان كثرت المطابع وهي من أسباب مهمة كثرت المطابع والمكتبات التي أحيت كتب التراث خرأوا كتب التراث في الأدب القديم الأدب الجاهلي وأدب العباس وغير ذلك وأيضا هنا هذا سبب كبير جدا لعودة الأدب لقوته والازدهاره كثرت المطابع والمكتبات التي أحيت كتب التراث ويسرت على الناس قراءتها مما تاح لأدباء المملكة الاطلاع على التراث الأدبي إذن أول سبب من عوام ازدهار الأدب الحديث انتشار التعليم وكثرة المطابع المكتبات التي ساهمت أيضا في العودة للأدب القديم وانقراءة أحية والطلاع على الأداب القديمة كالأدب العاصر الجاهل والأموي وكذلك العباسي ثالثا وسائل الإعلام أيضا هذا سبب من أسباب التي أدت لازدهار الأدب في المملكة وسائل الإعلام منها الصحافة التي كانت محظنا للمواحب الصحافة كانت محظنا للمواحب وميدانا لتطويرها وكان أقدمها صحيفة الحجاز في المدينة المنورة الصحافة طبعا أنها كانت تكتب بداية بداية أصلا كانت أدبية واتجاهها أدبي بذلك تطور الأدب عاد ثم ذلك تنوعت وأصبحت أيضا وهذا ساعد على ازدهار الحركة الأدبية بشكل عام جريدة القبلة بداية أقدمها صحيفة الحجاز في المدينة ثم جريدة القبلة في مكة طبعا سنة 1334 جريدة القبلة ثم توالى صدور الصحف وصدرت صحيفة أم القراء في مكة المكرمة كذلك سنة 1343 ومجلة المنهل الشهرية في جدة سنة 1355 وجريدة الرياض سنة 1385 وجريدة الجزيرة سنة 1392 في مدينة الرياض وجريدة البلاد في جدة سنة 1378 وجريدة الندوة في مكة المكرمة سنة 1383 وجريدة اليوم في الدمام سنة 1392 ناحظ هذه الصحف وسائل إعلام هي ساعدة على ازدهار أدبا بداية التعليم وانتشار الجامعات والمكتبات وانتشار المدارس والجامعات ثم المطابع والقراءة والعودة للتراث المكتبات العامة ثم وسائل إعلام وسائل إعلام التي هي الصحافة ويعني بداية الصحف وهنا التواريخ الذي متى ظهرت يعني الصحف وازدادت وانتشرت شكلت المجلات الثقافية أهم الروافد في بداية أيضا في تطور أدب وازدهاره شكلت مجلة الثقافية أهم الروافد التي تغذي مشهد الثقافي السعودي وقد كانت إحدى الإسهامات الرئيسة في الحراك الأدبي مجلات صرت إحدى الإسهامات الرئيسة في الحراك الأدبي العربي عموما والسعودي خصوصا وتمثل مائدة وتمثل مائدة سهلة وجميلة وميسرة للقارئ الذي يريد أن يطلع على بعض الكتابات للشخصيات الثقافية العربية والسعودي معنى أن هنا المجلات أصبحت محظنا للكتابات سواء شخصيات أو كتاب سعودي وكذلك كتاب في الثقافة العربية بشكل عام والسعودي عبر اطلاعه على عدد من المجلات التي كانت تنشر في السنوات الأربعين الماضية مجلات خاصة تنشر فيها الكتابات لذلك هذا أيضا شكل رافد قوي جدا للثقافة ويشطور ومنها مجلة الفيصل ومجلة العربية واليمامة أو مجلات الأندية الأدبية أصبح أيضا لها مجلات وقبل ذلك مجلة المنهل المجلة الأم وهي أولى المجلات والدور الكبير الذي طلعت به وكانت إحدى البوابات الكبرى للمثقف والقارئ السعودي ما يسمى بمجلة المنهل وكيف أنها أيضا طلعت وزادت من ذلك ولمجلات دور في نهضة الأدب في احتضان الفنون المختلفة منها المقال والقصة والشعر والدراسات اللغوية والأدبية إذن صارت محظنا هذه المجلات للأدب بتنوعه وبأنواعه مثل المقال والقصة والشعر والدراسات اللغوية والأدبية والنقدية ومن المجلات المتخصصة في الأدب السعودي مجلة علامات يصدرها نادي جدة الأدبي وكذلك مجلة دارين يصدرها نادي الشرقية والأدوار المهمة في مجلة بيادر أيضا يصدرها نادي أبها الأدبي هذه مجلات متخصصة في الأدب السعودي وبقرة المجلات كانت متخصصة في الأدب العربي كل هذا العوامل ساعدت على ازدهار الأدب وعودته أو تطوره بداية من الدعوة ثم مرحلة ثالثة في تطور الأدب التي بشملت التعليم كما قلنا ومطابع المكتبات وكذلك الصحافة وصحافة مضمنها الصحف وظهور الصحف وكذلك المجلات كما أسهمت الملاحق الثقافية وأيضا هذه جميلة وإنها دور كبير جدا كان في تطور الثقافة وصور الأدب أسهمت ملاحق الثقافية بالصحافة السعودية في تنوع وثراء الحركة الأدبية كان في كل صحيفة وجريدة أيضا مرحقا ثقافيا يتحدث فيما يذكر فيه قصة ويذكر فيه قصيدة ويذكر فيه ديوان الشاعر أو يتحدث عن موضوع من الموضوعات التي تهم الأدب بشكل عام في تلك الحقبة وانفتاحه على الثقافات العربية والإنسانية مع متابعتها للمشهد الثقافي السعودي ففتحت صفحاتها لكتاب من العالم العربي وخارجه وأسست لسجالات ثقافية تلتزم الحوار الهادف والجد ومن أبرز الملاحق الثقافية الجزيرة الثقافية الجزيرة الثقافية الصادرة عن صحيفة الجزيرة وثقافة اليوم لذلك الصادرة عن صحيفة الرياض وغيرها من الملاحق الثقافية أيضا من أسباب النهضة أو ازدهار أدب اتصال أدباء بغيرهم طبعا انتصال أدباء بغيرهم إما الانتصال مباشر بالصداقات وتبادل الزيارات وإما بقراءة الانتاج الأدبي والنقدي وهذه القراءات كانت في مطابع وفي الكتب وأيضا هذه الصحف والملاحق كانت سببا في قراءة الانتاج الأدبي كلهم يقرأ الانتاج الآخر وهنا انتاج أدبي والنقدي فيما يصدر من الكتب والصحف والمجلات فيما يصدر من الكتب والصحف والمجلات فالطلع أدباء المملكة على المدارس الأدبية التي ظهرت تعرفت مدرس أدب و أدب الحياء و مدرس الديوان و مدرس أبولو و كذلك المهجر التي ظهرت في الوطن العربي كمدرس الديوان و أدب المهجري كما اطلعوا أيضا على الأدب الأجنبي الشرقي و الغربي و هذا أيضا من عوام الازدهار الأدب في المملكة أنه عودت ذلك و للاطلاع إذن الصحف و التعليم و المطابع و المكتبات و أيضا الملاحق و الصحافة التي ظهرت و عادت و أيضا اتصال أدباء التصال الأدباء هنا إما تصال مباشر أو تصال غير مباشر عن طريق الاطلاع على قراءاتهم أو على نتاجهم في المجلات وغير ذلك النوادي الأدبية أيضاً هذا من العوامل ازدهار ذلك في هذا العصر نوادي الأدبية ترعى النشاط الفكري والثقافي في المدن الكبيرة وتعرف بالأدباء وإنتاجهم وتطوره وهي على قسمين نوادي رسمية التي أنشأتها الدولة في المدن الكبرى بالمملكة وتسمى باسم المدينة التي هي فيه كنادي الرياض الأدبي ونادي جدة الأدبي وهكذا هذه النوادي رسمية والنوادي خاصة ازدهار أدباء وإشخاص محبون الأدب والثقافة وهي الصالونات الخاصة وغالباً ما تسمى باسمي اليوم الذي تنعقد فيه كالإثنينية مثلاً والخمسينية والخميسية وتعد تلك النوادي من العوامل التي ساعدت في نشر ونهضة هذا الأدب ولها دور فاعل من حيث تشكيل الأمسيات الشعرية والندوات والمحاضرات من خلالها يتم التعرف على المواهب الصاعدة والعمل على تطويرها ويبلغ عدد الأندية الأدبية في مناطق المملكة 16 نادياً المؤتمرات الأدبية أيضاً هذا من عوامل ازدهار وقد أقيم أول مؤتمر أدبي سعودي في مكة في 53394 الهجرة الموافق لعام 1974 وقد عمل هذا المؤتمر على دعم الحركة الأدبية في السعودية واصبح هناك ملتقيات أدبية من أشهرها ملتقى النقد الأدبي في المملكة الأربية السعودية الذي ينظمه النادي الأدبي بالرياض كل سنتين والجمعية العلمية السعودية للأدب العربي والتابعة لجامعة أم القرى كل ذلك ساعد على ازدهار أدب وعودته في الأدب السعودي استحداث كرسي الأدب السعودي أيضاً هذا جديد حديث استحداث كرسي أدب السعودي في جامعة ملك سعود عام 1434 عام 1434 قريب وهو مركز بحثي وطني يعنى بالأدب ودراساته العلمية والبحثية ويتيح النشر والطباعة والتوزيع من أهدافه تعزيز الانتماء الوطني من خلال دراسات الأدب السعودي ويضاً ربط الأدب السعودي بالهوية العربية الإسلامية للأمة وكذلك تهيئة البيئة العلمية والبحثية المناسبة للباحثين في الأدب السعودي ويضاً رصد جميع الدراسات والأبحاث التي تعنى بالأدب السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً وإثراء المكانة العلمية والبحثية لأدب السعودي وتشجيع العلماء والباحثين السعوديين وغيرهم على الإسهام في أبحاثه ودراساته وهذا كرسي الأدب السعودي هنا أيضاً بناء جسور التواصل بين كرسي الأدب السعودي والمؤسسات الأكاديمية بعض المؤسسات الأكاديمية والثقافية داخلياً وخارجياً وكذلك أيضاً إسهام في خدمة المجتمع بعقد اللقاءات والمحاضرات وحلقات النقاش والندوات المؤتمرات المتخصصة وتقديم استشارات ولقاءات علمية في مجال أدب السعودي ولم تقتصر العناية بالأدب الفصيح بنوعيه فقد حظي الموروث الشعبي السعودي بالدراسة والتأليف ويعد الأستاذ عبد الكريم بن عبد العزيز الجهيمان من أوائل مهتمين بتدوين التراث الشعبي في المملكة العربية السعودية بإصداره كتاب الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب عام 1963 والدواوين الشعرية والحكايات الشعبية في الموروث السعودي وهذا أيضا من عوام الازدهار أنهم نمتع فقط بفصحة ويضا الموروث الذي ظهر في الجزيرة أو في المملكة العربية السعودية هذا ما أردنا أن نريده وحدثنا عن مراحل ازدهار أدب واصطوره ويضا الأهم من العوام التي ساهمت على ازدهار الأدب كيف في مرحلة أولى وفي مرحلة الثانية هذا وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين